ترجح استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجامع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من الأصوات لكنه من المتوقع أن لا يتمكن من تحقيق الأغلبية وقد تؤدي مثل هذه نتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي وهو من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة